السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه? يا رب تكونوا كويسين وبخير. يا سعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله كراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لموليد بورد العزراء. صلي على النبي عليه هفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بعد الكراه هنشوف رسالتك شو بتقول لك? رسالتك بتقول لك هي. هنشوف رسالتك بعد اخر القراءة. اتمنى من اخواتنا في الله. يدعم الفيديو بيا اللايك. وان كنت نعم تشترك فيها القناة. فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك كلها جديد. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. اللهم صلي على سبيل محمد الفائح للمعالك. بسم الله الرحمن الرحيم. صورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلى على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف. شايف اليوم من دولة يا عزراء. انت متربط. اه شايفك ان انت متربط من اه من خزلان او متربط من كلام. من المقربين لكلبك. يعني شايفك انت هنا متربط بكلام او متربط من المقربين لك. يعني شايف في حدا امربطاك. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفك ان انت عايش وحيد يا عزراء. اه مهما ناس حواليكم حاسين بالوحدي. حاسين ان انت لوحديكم. بس شايف فيه طاقة فرض. بإذن الله. او طاقة حب. او طاقة زواد. او طاقة خطوبة. شايف يعني الفترة اللي داية دي اه في خطوبة عندكم. هتكمل على خير. في مشاكل مع الاهل. او مشاكل مع الشريك. شايف ان انت والشريك مش فهمين بعض. في كلام او حادة مضايقات من الشريك. رغم القلق اللي عندكم بس دايما بتحمد ربنا على كل حال. يعني انتم عشتم فترة اه في التحمل. تحملتوا كثير. بسم الله الكاشر. شايف ان انتم عملين تشتغلوا حتى توصلوا للحلم. اقوى تحققوا الهدف اللي انتم تريدوه. بس انتم حسين ان انتم عليكم حادة حسين يا عزراء. اه بس انتم دايما يعني هنا كتمين دواكم. اه ما تحبوش تبينو حادة. ما تحبوش تبينو اي حد ليه الزعل اللي دواكم او الحزن اللي دواكم. ما بتحبوش تبينوه لاي حد. شايفي كمان هنا مكسب حادة حلوة. اه مكسب في شغلك. مكسب في عملك. عندك شغل او عندك وظيفة جديدة. في حادة جديدة. فيها مكسب بفضل الله. بسم الله الكاشر. بس انت الاخت حرفيا حاسس ان انت وحيد. حاسس ان انت لوحدك. حاسس ان ما فيش حادة جديدة في حياتك. عليك عيان يا عزراء. عليك عيان قوية. عندك حسد شديد. هو الحسد اللي بيردعك دايما الوراء. فيش حادة مكتملة معاك. من هذا الحسد. هسيب لكم في صندوق الوصف على الحسد بازن الله. شايف هنا في حد يخص اهل الاب عين عليكم. او بينكم وبينكم مشاكل. في مشاكل ما بينكم وبينهم. في غيره. في حقد. اه في امور مضايقة يا عزراء. شايف هنا بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. شايف عندك اه حد قريب للجوي حاقد. يعني بيغير عليك في النداحة. بيغير عليك في حادة كثيرة جوي. اه مش عايزك اه تكمل. اه عايز ينهيك. ما عايزكش تكون احسن منه. حد قريب لك جوي. عزراء. بسم الله الكاشف. برضو هنا عندك شوية اه امور حلوة في حياتك. اه امور هترتبها اليوم عندك هنا. فيه قرار هتاخده. هتبنى عليه حياتك الفترة اللي داية. شايف يعني برضو. انه عشان انت الظلامت يا عزراء. انت الظلامت. شايف ان انت بتدهز ورق. اه ممكن اقول ورق نجاح او ورق سفر في اوراق انت بتدهزها. بتدهز اوراق. اه البداية جديدة. هالورد دي بتدهزة البداية جديدة. انت عايز تطلع من اللي انت في دي. عايز تعمل loadات كتيرة. عايز تطلع من اللي انت فيه. شايف ان انت عندك تغيير من ناحية الشريك. اه لما انت متغير على الشريك لاما الشريك متغير عليك. فيه تغير مابينكم. انت مش عارف ان الشريك اه عايزه. بس خلي بالك ان الشريك في طرف تالت. في طرف تالت ما بينك وما بين الشريك. يعني في حد بيركز مع الشريك. فخلي بالك من هاي الكصة. بسم الله الكاشف. فضلا وليس امر ان اخواتنا في اللي دعموا في الفيديو باللايك احبابي في الله. عشان انت فقدت السقة يا عزراه في ناس كتيرة جدا. فقدت السقة في ناس كتيرة من دمك من اصحابك من اصدقائك. فقدت السقة من ناس كتيرة جوي. بس هنا داخت عندك عالم يعني انت اليوم دولة بتحاول تهتم بنفسك. بتحاول تبص نفسك. بتحاول تعمل حادث كثيرة جدا. بتحاول تعمل حادث مختلفة. شايف عشان انت الظلامت جدا يا عزراه. فيه صديقة مقربة ليك يا عزراه. بس خلي بالك منها عاملة زي الحية. بتخدعك كذابة. آآ عاملة قدامكم ان هي طيبة. لكن هي عزراه توقعكم في مشاكل. مش بتحبكم. فخلي بالكم من هي الصديقة. لان هي الصديقة غدارة وكذابة. بسم الله الكاشف. شايف هنا فيه بعد. ابعدته عن حد. او قررت انكم تبعدوا عن حد. او مش عايزين تتكلموا معه. هاي شخص بعدتوا عنه. آآ حبتوا تخلصوا منه. بسم الله الكاشف. شايف برطوا عندكم. آآ عن الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا محمد. شايف فيه لقاء. آآ فيه لقاء حلو. آآ فيه طاقة عامة. او فيه امفراجات عامة. فيه طاقة حلوة جاية. آآ طاقة امفراجات. اللهم صلى الله عليه وسلم لسيدنا يعني فيه انفراجات حلوة لك يا عزراء. اه بس شاف هنا فيه طاقة حلوة. يعني يا اللهم صلى على النبي طاقة عامة. طاقة حلوة. شاف ان انت في حد هنا بتحبوه قوي. الحد جريب منكم. اه بينكم وبينه مسافة ليلة لحدة او الشخص ده. بس المواضيع هتكون ما بينكم حلوة وجميلة. بس هيكون فيه طاقة حلوة ما بينكم. حالة في حد هتفرح الايام دي عزراء او هتسعدك. هتفرحك جدا. هاي لحدة دي. شاف يعني اللهم صلى على سيدنا محمد. انتم قررتم بتعيشوا حياتكم بشكل مختلف. يعني اللهم صلى على سيدنا محمد. اه يعني فيه خبر هيدي لك اه من بعيد. الخبر دي هيفرحك. في اه نقطة جديدة انتم هتطلعوها. او هتطلع من مرحلة كنتم فيها. او في قصة كنتم فيها تطلع تخردوا منها. بسم الله الكاشف. شايف يعني انه فيه حدا انت منتظرها لاما رسالة او مكالمة. انت منتظرها. اه رح تديلك فيه تلات نقاط. قدامك تلات نقاط وراح تديلك هاي المكالمة. بسم الله الكاشف. شايف ان فيه بجاية اه جديدة. لما بداية عاطفة جديدة. ممكن تكون بداية عاطفة جديدة. او اه حب جديد. اه فيه بداية جديدة او زواد. بلاش ما تقلقش بلاش يعني ما تقلقش وما فيش حيرة ولا تقلق وما تتوترش. يعني انت عندك فيه حظ داخلك جدا. في عندك يعني انت بتطلع من حادات كتيرة. بتطلع من حادات اه عندك سفار او موشين في طريق سفار او بتخلصوا في طريق سفار. هو فيه عقب عقبات قدامك او عقب قدامك رح تعديها رح تعديها وتطلع من اللي انت فيه. شاف هنا عندكم اه في حد غايب عنكم او غايب عندكم. عندكم. في اه اه تواصل ما بينكم ما بينه. هذا قريب وفي هتدي لك رسالة منه هتفرحكم. شاف يعني اللهم صلى الله عليه سيدنا محمد. في واحدة ست. في واحدة ست كبيرة. الست دي عاملالكم مشاكل. يعني هي ست كبيرة. ست دي عاملالكم مشاكل. اه يعني الست دي متكبرة. اه بتحب تتحكم. بتحب تأمور. بحبة تسيطر. هي مركزة معكم. عايزة كل حادة تبشي على مزالها. عايزة كل حادة يعني تكون هي اللي حاكمة. هي اللي مسيطرة هي السد دي. ما تزعلش. بسم الله الكاشف. الله ما صدر لي سيد محمد. الفاتح لمغلق. عند الوقت انا احسس ان انتم حاسين بالوحدة. اه حاسين بالتوتر. حاسين بالخوف. اه دايما خايفين من اللي داي. اه عندكم الشق كتير. خايفين من اللي داي. اه مهمومين. خايفين تحصل حادث. عندكم مفردات حلوة. عندكم روحانياتك عالية. اه عندك روحانياتك حلوة عسراء. انت من المحصوصين. عندك اه تخاطرك بيكون صح. اه عندك اه رؤيات منامية بتتحقق معاك. احساسك بيكون صحيح. يعني شايف عندك يعني فيه هذا اه رزق دايلة حلو. او انت مشروع فيه هيندح بازن الله تعالى. بس تخلي بالك من الرزق اللي هو هيدي لك. ان هو قادم في يعني قادم لف طريقك. في طريقك. هو هاي الرزق دايلة لك ممكن انا شايف فيه قصة من وراء هاي المحاكم. يعني ممكن الرزق دا دايلة ورس او حدا من وراء المحاكم. قبض او ورس او مرتب جايلك. يعني في حدا رزق دايلة من وراء من هاي القصة. بسم الله الكاشف. يعني هنا فيه كمان الفترة دية. شايف يعني الله ما صلى على سيدنا محمد. عايز تطلع من اللي انت فيه. عايز تطلع من البيت اللي انت فيه. عايز تعمل يعني احادات كثيرة. عايز تتغير. عايز تتغير المكان اللي انت فيه. او تطلع من المسكن اللي انت فيه. شايف هنا الشريك بيحبك. في شريك بيحبك. بس مش عارف ياخد القرار بسبب الضغط النفس اللي عليه. يعني مش عارف يطلع ازاي مش عارف ياخذ الخطوة مش عارف يعمل اي عشان يطلع من اللي هو فيه الشريك فانتم ما تقلقوش ما تقلقش وكون حذر يعني من اي عقبة ما تقلقش بسم الله الكاشف شاف يعني اللهم صلى الله عليه السيدنا محمد يعني انت عارفك ان انت عزراء ما بتحبش تستسلم بتعافر او بتجاهد ما بتحبش يعني تستسلم او تتركوا الامور شافين الفترة اللي داية اه في حادة من المقربين تخصكم بفرحة بسم الله الكاشف في كلام هنا اه بخصوص حدها تسمعوا الكلام هيتكلم عليكم او تتكلموا معاه في يعني مقابلة ما بينكم وبين شخص شافك يعني انت عندك التفكير تعبك التفكير تعبك جوى عزراء عندك التفكير شديد عليك في بداية جديدة وفي تغيرات مع الشريك هتكون حلوة شاف في رزق دايلك بازن الله وانفرجات اللهم صلى الله عليه السيدنا محمد في حادات هطلع منها كتيرة بس دايما تخلى بالكم جدا وكونوا حصرين بسم الله الكاشف شاف اليومين اللي داين دولة هتسمعوا خبر او هتاخدوا خطوة جديدة يعني هفي بداية داية هتعملوها في حادة جديدة في حياتكم ما تعملوها مختلفة عنكم خلى بالكم اخواتي في الله يعني من الحسد خلى بالكم من حسد بسم الله الكاشف شاف يعني انت هتبقى قدامك فرصة انك تختار او تعمل حادة فخلي بالك من فرصتك دية واستخدمها صح وبعد على التقاطي السلبية وكون حريص بسم الله الكاشف اللهم صلى الله عليه سيدنا محمد فضلا ما ليس امر موضو دين معانا يدعم الفيديو باللايك يعني في حادة هتفادئك في فرحة يمكن ان تتغير حياتك كله اليوم او هذا الاسبوع ممكن كل الشي عندك يتغير في لحظة يمكن الفترة دية في انتقال للافضل اه تخص حياتك العاطفية الاسرية ان شاء الله انا شايف هنا في عملية بيع او شراء بيع او شراء ناتحة وفي يعني بالصالح النبي في مكافأة او هدية بين ايديك خلال الايام ان شاء الله هدية ما بين ايديك اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق شايف يعني هنا في نجلة من مكان لمكان في نجلة من مكان لمكان او عتبة او شراء منزل يعني في هتنتقل من مكان لمكان في مبلغ كبير ديلك في فقرب شديد ان شاء الله يعني في عتبة جديدة هي العتبة دي فيها راحة ليك فيها راحة ليك شايف هنا في حبيب كان اه شايف في حبيب محتار شايف في شخص بيحبك محتار وغيران عليك ومشتق ليك هذا الشخص في شخص بيحبك هو محتار او يعني يعني عايز يوصل لك عايز يبعط لك مسيد وعايز يعمل اي حاجة في هنا مكالمة من شخص آآ قاطع التواصل معاك راح تديلك مكالمة منه في آآ حد مريض من اهلك او حد آآ قريب لجلبك آآ مريض في شفاء ليه وفي استقرار في ناس ظلمتك واللي ظلمت فيه نصرة نصرة على ناس ازتك كتير وسببت ليكم ازة من قبل في نصرة عليكم هاي الناس افترت عليكم قالت كلام عليكم كذبت فيه نصرة او ازتكم فيه نصرة ليكم بازن الله تعالى شايف يعني كان فيه آآ مشاكل عاطفية وعدم استقرار انت بحادة الى الهدوء والاسترخاء في سعادة قريبة بسبب خبر او مكالمة بسبب خبر او مكالمة يا عزراء في حادة سعيدة هتكون بسبب خبر او مكالمة وفي شفاء من سحر او حسد في شفاء قريب يعني منك يا عزراء الشفاء في شفاء قريب من سحر او حسد ان شاء الله واسيب لكم اللينك في صنطوق الوصف شايف فرصة هتجي لك في غاية الاهمية حاول يعني انكم يا تستغلوها تستغلوها صح عشان تمريتم بتجربة صعبة حاولوا انت تعلموا منه وفي شفاء لا تجلق في شفاء لاحد الاقارب لا تجلق في شفاء باذن الله تعالى في نصيب قريب وفرحة منك باذن الله تعالى اللهم اصلي على سيدنا محمد عند قريب باذن الله يدك بابك الخير بدون كسل ردد وقول يا رب ردد وقول يا رب بدون كسل وردد وقول يا رب اللهم اصلي على سيدنا محمد هزا توقعات واستخارة لبرد العذراء صلي على النبي عليه عبدالل الصلاة والسلام تشوف رسالتك بتقول لك ايه يا عذراء شايف هنا ربنا يرزقك من فضله ويبعد عنك اي شر امين يا رب العالمين ربنا يرزقك من فضله ويبعد عنك اي شر امين يا رب العالمين الله يصلي على سيدنا محمد اتمنى من اخواتنا في الله ان كنتم تشتركوا فيها القناة فنشتركوا في القناة وفعلوا زر الدرس ليصلكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني واكثر من قراءة صورة الزمر بالفتح الابواب المغلقة واسيب لكم في صندوق الوصف العلادات من دميع الامراض ان كنتم بتعاني من السحر او بتعاني من المس العاشق او بتعاني من الحسد في صندوق الوصف كل العلادات بفضل الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابعين قناة اسرار العالم الروحاني